اهتفى للممثل السوري قصاي خولي بعيد ميلاده وكشف لمتابعي عن عمره الحقيقي واكد انه اجمل شي بعيد ميلاده هو معايدة ابنه لقله ونشر قصاي خولي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لابنه هو عم بيغني لقله عيد سعيد ارفق المنشور بالتعليق قال فيه صار عمري 46 سنة احتفالت فيه مع اهلي واحبتي لسنوات واعتزلت الاحتفال من سنوات اليوم لعيدة نغم اخر وفرحة مختلفة وعمر جديد اليوم اكتمل العمر ووجه رسالة لابنه قال صار الكون صوتك ومباركتك وبسمتك وحروفك اليوم بسمع مباركتك والحمد الله على بركة وجودك بحياتي يا كل حياتي بحبك بابا كما نشر صورة لقالب الكيك من ابنه العميد وكتب علي عيد سعيد بابا وبدورة زوجته مديحة الحمداني علقت على الفيديو وقالت لعزيزك وصايي وشريكي بتمنى لقلك عيد ميلاد سعيد وانه تحصل على كل شي بتتمنى مهما طلبت رح تلاقيه وكل ما بتتمنى رح يكون بعيد ميلادك ودايما قبلت كتير لقلك مني ومن ابننا ورد علي هو ام الروح مديحة الله يديمك ويحميك فوق راسه للروح ولها العائلة شكرا يا شريكتي ويا ام عمري كل الحب اعتقلت الشرطة الاسرائيلية ليل 29 من الشهر الحالي طالبين بجامعة القدس وذلك بسبب استماعهم لاغنية دلعون للفنان اللبناني نوال الزغبة ونشرت نوال الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي واعادت نشر يلي قالوا متابع طالبين بالجامعة العبرية عمرهم 19 سنة مبارح تم اعتقالهم ليش كانوا مشغلين اغنية على دلعون لنوال الزغبة وقرر امن الجامعة انه هالا الاغنية تحريدية وبتمس بالامن والامن وتم ابعادهم عن الجامعة 6 ايام وعلقت نوال الزغبة على هيدا المنشور وعبرت عن صدمتها الكبيرة بالخبر وقالت معقول الجدير بالذكر انه نوال الزغبة كانت اصدرت هيدا الاغنية عام 1999 وهي من كلمة والحان الفنان اللبناني ماروان خوري والفيديو كليب من اخراج توني ابو ليس نشر الفنان المصري تامر حسني على صفحته الخاصة فيديو من تحضيراته لاغنية جديدة تحمل اسم رمضان كريم ويالي من المتوقع انه يطرح خلال الشهر المبارك وظهر بالفيديو تامر حسني مع بناتو تاليا وامايا خلال التحضيرات داخل استوديو وعلق على الفيديو وقال اغنية رمضان كريم كورال تاليا وامايا وادم تامر حسني بس هون ادم كان نام عشان سجلنا 40 اترك وطابع رمضان كريم من كلمة محمد مصطفى ملك الحان محمود انور توزيع محمد ياسر وتسجيل مودي مونير وكورال الاطفال والأيدي واضاف حبيت اول مرة يشاركوني بستوديو ويكون هيدا اول كلامه اول مانا ينطقو هي اغنية رمضان كريم تلقيت النجمة تركية برينسا تعدد كبير من الانتقادات من قبل الجمهور وذلك بعد ما شبهت الحجاب بالسمخ باعتباره انه بيلغي عقل المرأة على حتى عبيرة واصبح اسمه ترنت بتركيا على موقع التواصل الاجتماعي بحين بيوجد كتير من الاشخاص دفعوا عنا واي دول رأي بتركيا والبعض الاخر هي جمه بشكل كبير انتشر بالساعات الماضية صورة لزوجة الممثل السوري باسم ياخور وهي قاعدة عم تتعشق ولكنها ما سلمت من التعليقات المسيئة وياللي ما بتشبه الا اصحابه اذ قالها شاب اشي طيب ورد عليه باسم ووضع له حد على الفور بتعليق اسكته فيه وحصل هيدا التعليق على اكتر من 25 الف اعجاب من المعلقين يلي اسنوا على رد باسم باعتباره انه هيدا الشاب بيستحق انه يكون الرد عليه بهيدا القوة وهيدا النبرة كونه تحرش بطريقة مباشرة بزوجته امام الجميع وبطبيعة الحال ما رح يقبل هيدا الموضوع ارادة الممثل المصريين اللي كريم على منتق ديه ظهوره بهاتف محمول غيل التمن عبر حسب الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وبالتفاصيل نشرت نالي صورة لقلة من كواليس مسلسلة جديد وياللي من المقرر عرضه برمضان المقبل فاتن ام الحربي وهي عم بتجسد شخصية فاتن وحعملي هاتف غيل التمن الامار ياللي استغربه المتابعين ووجهه لقلة كتير من الانتقادات حيث انه شخصية فاتن من المفترض انه تكون فقيرة وعم بتعاني من مشاكل مادية هيدا الانتقادات استفزت نالي كريم ودفعتها للرد علي وكتبت هيدا تليفوني مش تليفون فاتن ياريت نهدى شوي والصورة هيدا من الاستراحة مش من التصوير كان معكن بموجز الفن اليانا بدر لمعرفت كيفة الاخبار الفنية يزوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد